استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة في بداية اللقاء اكد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ان معركة الاسماعيلية الخالدة بما تضمنته من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصري مع رجال الشرطة تجسد احد فصول مسيرة النضال التي ستظل على مر العصور شاهدة على الصمود والعطاء من اجل سيادة الوطن ورفعته تلك المسيرة التي تتواصل في مواجهة مخططات الشر والارهاب والجريمة بجهود متفانية وتضحيات غالية من جانبه اكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية ان قواتنا المسلحة الباسلة مهد البطولات كانت تواسط ظل رمزا لكبرياء الوطن وموضع اعتزاز وتقدير جموع المصريين مشيرا الى ان رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم المقدس يشاركون اشقاءهم في القوات المسلحة رسالة الدفاع عن الوطن والزود عن امانه واستقراره ويعملون كفريق متكامل يجمعه هدف واحد يقدمون نموذجا يحتزى به في الترابط والالتزام والانضباط يبدلون ارواحهم ودماءهم فداء لوطنهم والتصدي لكل من يحاول المساس بامنه وفي نهاية اللقاء اهدى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي السيد محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة وكذا رئيس اركان حرب القوات المسلحة هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة